في واحدة من أسوأ مراحلها الزمانية تمر التجربة السياسية الشيعية في العراق لأول مرة منذ أن منحها الغزو الأمريكي السلطة بعد عام 2003 وذلك وفقا للمتغيرات التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية والمتمثلة بالتظاهرات الشعبية التي أسقطت حكومة عبد المهدي ومن ثم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خسرت التيارات السياسية الطائفية الموالية لإيران نفوذها الذي تصاعد وتغول عقب غزو العراق عام 2003 ثم بدأ بالانحدار بسبب تضعض عيل هيمنة الإيرانية في العراق والمنطقة بسبب العقوبات الأمريكية وأزمات الداخل الإيراني والتظاهرات الشعبية في العراق ضد النفوذ الإيراني وأحزابه لكن ثم تمن يؤكد أن إيران ذات النفوذ المترنح لن تتورى عن تفجير مواجهة مسلحة على نطاق واسع في العراق إذا تأكدت أن أفاقت تفهمي مع الكاظمي المدعوم أمريكيا ليس كما تشتهي وتريد مخاوف إيران نابعة من اعتراف الشيعة العملية السياسية بأن عملية اختيار الكاظمي خرجت من دائرة نفوذ دائرة التيارات الطائفية التقليدية المحسوبة على طهران بعد دخول تظاهرات ثورة تشرين على خط التأثير السياسي على معادلة السلطة التي برزت بعد عام 2003 في العراق ثلاثية الأركان والمتمثلة بأمريكا وإيران ومرجعية السستاني كواليس اختيار الكاظمي شهدت لأول مرة تراجع أطراف سياسية تدين بولائها المطلق لإيران مثل حزب الدعوة وتيار الحكمة والتيار الصدري أمام شخصية ليست من البيئة السياسية الطائفية التقليدية ويرى مراقمون أن معظم الأحزاب والتيارات والميليشيات الموالية لإيران باتت تتحرك للحفاظ على مغانمها السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعظمت خلال المرحلة الماضية والتي تصب في النهاية في جيوب النظام الإيراني ومع النقص الحاد في واردات العراق المالية بسبب تدني أسعار النفط فإن خط التموني الرسمي لحلفاء إيران في العراق مهدد بالاختناق وربما التوقف بشكل نهائي ما يضع حلفاء إيران أمام خيارين لا ثالثة لهما المواجهة والعسكرية مع الأجهزة الأمنية الحكومية أو التخلي عن الكثير من مظاهر قواتهم والتضحية بجزء من قياداتهم وأتباعهم للبقاء ضمن جسد الدولة وانتظار الفرصة للعودة ثانية